موسيقى موسيقى Bonjour mes chers élèves soyez le bienvenu dans notre chaîne éducative diraq. أهلا وسألا بكم عزائي الطلبة على قناة العراقية التربوية aujourd'hui nous avons un cours de français pour la troisième année وليدينا اليوم محاضرة للغة الفرنسية للصف الثالث متواصص et comme d'habitude nous vous avions déjà dit que notre manuel formel c'est le nouveau sans frontières 1 وكما قلنا لكم في السابق من هجنا الرسمي والمحدد هو le nouveau sans frontières aujourd'hui nous sommes encore avec unité 4 اليوم لا نزال مع الوحدة الرابعة avec leçon 2 مع الدرس الثاني أو leçon 2 en panne نشوف نشوف un panne dialogue سنقرس الدرس ونترجمه حتى نفتهم أحداث الدرس ومن ثم نعيده عليكم وبعدها نأخذ المفردات المهمة والأسئلة التي هي محددة أو مقررة لنا في الامتحان الوزاري سنبدأ مع الديالوغ A كل عام أو كل عوام Corine et Pascal, le sage يأخذوا أعطلتهم في فصل الخريف لاحظ عزيزي الطالب الكلمة منتهية M-N-E تلفظ O هذا المقطع الأول O تون ال-M ما ألفوها ساموه صامته يجب أن يزوروا المواقع التاريخية لاحظ عزيزي الطالب هنا عندي الفعل M-E اللي معناته يحب وفيزيتي معناته يزور وهذا الفعل بيفة خصوصية الفعل فيزيتي نستخدمه باللغة الفرنسية فيزيتي ليزور دقوة يزور الأماكن فيزيتي عن بي يزور دولة فيزيتي يونيبيل يزور مدينة فيزيتي عن مدسان ويزور طبيب أما في ما يخص الزيارة للأشخاص أو الأقارب نقول في الفرنسية فنشوف الأعزائي الطالبة جاينا هنا فيزيتي اللي معناته يزور مو مثل العربية يرهم يزور في كل المواقع بالجمل مثل ما قلنا لكم إنه فيزيتي يزور الأماكن والبلدان والمدن ونقول يزور الطبيب أما زيارة الشخص كصديق أو قريب نقول غاندر فيزيت أكل كان إلغة يزين فيزيتي سيت إستوريك يحب زيارة المواقع التاريخية كونتيني بلو دو توريست عندما لم يعد هناك موجود سياح أو لا يوجد العدد الكثير من السياح أكثر من السياح فأعزائنا الطالبة مثل ما نشوف إنه اختاروا فصل الخريف كوغين و باسكال لأن هذا هم رح يجينا السؤال عليه إنه في أي وقت أو متى يريدون زيارة كونت اللي هي عندنا متى متى يريدان زيارة المواقع التاريخية الجواب ماتى أنوتون في فصل الخريف على اعتبار فرنسا بلد سياحي تكون مكتظة في الصيف بالسياح والزائرين الذين يأتون من بلدان العالم الأخرى لذلك كوغين اي باسكال لوساج اختاروا أن يكون شهر أوتون الخريف لأن على اعتبار بشكل عام في كل بلدان العالم تقريبا ماكو سياحة بالخريف السياحة هي في الصيف فانتهزوا هاي الفرصة إنه يختارون فصل الخريف حتى ماكو سياح أكثر ستاني هابي السنة إلزوا ديسده قارروا دالي دان لسد دو لفرصة قارروا ان يذهابا إلا جنوب فرنسي وانغول ستاني إلزوا ديسده قارروا دالي دان لسد دو لفرصة قارروا بالذهاب إلا أو في جنوب فرنسي إلغ ماتنو 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 سالو ديالوغ كي با کمانسي انتخد دو پرسون هسا راح نشوف عزان الطالب المحاورة راح تبدأ بين شخصين وهم باسكال اي كورين قاعدين يعدون نفسهم للسفر ونأكد عزان الطالب انه باسكال اسم ولد وكورين اسم فتاة معنى منتصف النهار بل بالفرنسية المألوفة أو الدارجة أو العامية الجنوب نسميه le midi وسط الجنوب بل بالفرنسية المألوفة وهنا عندي المصطلح فر الفعل فر زائد شو حار أو فو معناته يعبر عن الجو فدا يقول إلوا فر شو دون الميدي اسك وقلنا اسك معناته هل اسك جبخان عم بيل هل أخذ بلوز وبيل هي عزان الطالب اختصار إلى كلمة بيلوفير 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 و للسرعة و للسرعة في الكلام نأخذ المقبع الأول للتعبير عن البيلوفير نقول عن بيل زيان وكلمة هي بيلوفير أصلها إنجليزية من الكلمات الداخلة على اللغة الفرنسية هي كلمة بيلوفير إحنا نسميها بيلوفير إذن أسك جبخان بيل هل أخذ بلوز كورين قالت و بخان زيان خذ منه واحد هنا ضمير يعني منه بخان زيان خذ منه واحد هنا جاي الفعل أدي عزائي الطالب بصيغة الأمر والأمر بالفرنسية يكون فعل بدون فعل جو كون في الخريف البووار سيساء زيان المتايو الأنواء الجوية المتايو وهي اختصار إلى كلمة علم الأنواء الجوية المتايوغولوجي فتختصر بالكلام المتايو ومكتوب هنا أيضا بالديالوج المتايو المتايو بخيفوة دي زغاج الأنواء الجوية المتايوة المتايوة طالب المتايوة رحنغول كسك Corrine وPascal أو كسك إلزيم فيزيتي إلزيم فيزيتي هذا الجواب لسيتي هستوريك المواقع التاريخي إلزيم فيزيتي لسيتي هستوريك كون تي ني يأ بلو دو توريست عندما لأيو جسياح أكثر إذن رحنغول كون متى إلزيم فيزيتي لسيط إلزيم 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 توريست سيطاني هاي السنة إلزيم 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 لسيط دو لفرانس قررر أو قررر الدهاب إلى جنوب فرنسي رحنشوف الزاقنا الطالب بعض المفردات المهمة اللي تخص هذا الدرس وأيضا هذي من المفردات اللي إحنا محدديها بالامتحان الوزاري فنشوف أول ما رح ناخد رح نبدأ بال كونت خير اللي إحنا دقيقة سيطاني До sabemos كونت خير المفردات هو سيطاني يبني سيطاني سيطاني امن خير ألو ما رح نحن سيطاني يهدم السؤال مات تأبنان الطلبة عزائي الطلبة رح يكون اعطي العكس هذا السؤال رح أكتب هنا باللون الأحمر حتى يكون مغاير وواضح لاحظوا اعطي اعطي هذا المنطوق رح أكتب هنا بالأسألة سأسألة دوني اعطي العكس اعطي العكس اعطي العكس اعطي العكس اعطي العكس معناته يهدم بختي معناته يقرض او يعير حتى ممكن ان تعير كتاب بختي يقرض او يعير عكس اعطي العكس اعطي العكس يقترض او يستعير هذا يذكرنا ميغي مغا عندما ذهبت الابونك للبايت بقوا اعطي العكس لكي تقترض نقود اذا هنانا يقترض او يستعير معنايا الى وعدنا الكلمة او المفردات اللي هي من الاول المتوسط الابر بوكو ضرف معناته كثيرا بوكو سو ولي لازم تحفظها بوكو لازم تحفظها 2 3 4 voilà nous avons 4 questions alors la première question ça c'est quand Corinne quand set quand Corinne et Pascal Pascale les Sages prennent یأخضو leurs vacances on va dire ils prennent یأخضو اطلاةهم hayır vi الاب یا design عبر قليل ونوطن 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 والا دوزيام كيستيون كالسيت السؤال الثاني كالسيت اي المواقع كوغين اي باسكال ام يحبو فيزيتي اي يزورو اذا راح نقول هم يحبو زيارة المواقع التاريخية يزم يزم فيزيتي لسيت استوريك لسيت استوريك المواقع التاريخية لتخوزيام كيستيون 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 مانا تاما دا كيستيون مانا تاما دا ماذا تتوقع الانواء الجوية او ماذا حرفيا متاما كيستيون ماذا الانواء الجوية بخي فوغ تتوقع هذا عزان الطلبة عندي الفعل هذا المصدر بخي فواغ اللي هو من فصيلة فواغ غيرها فواغ اللي ياخد من التصريف النو الو و اي غريك باردون لما يسمونه ويو نفس الشيء نو نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء пробivi. Alors, qu'est-ce que la météo prévoit? La météo prévoit des orages. La météo prevoit des orages. عواصف رعدية alors quatrième question à quoi Pascal a pensé بماذا فكرة Pascal أو بماذا Pascal فكرة il a pensé فكرة il a pensé à son impermeable il a pensé à son impermeable فكرة بمعطفه المطاري نشوف عزان الطالب نعيد السلاس السؤال الأول quand Corinne et Pascal متى Corinne و Pascal le sage بخين أخذوا leur vacances العطلة مالتهم متى أخذوا شواء كتا أخذوها إلي بخين leur vacances en automne في فصل الخريف deuxième question quels sites Corinne et Pascal aiment visité ils aiment visité les sites historiques ça c'est les questions importantes merci de votre attention nous venons de finir notre cours alors عزان الطالب إلى هنا en heyna leçon 2 الدرس الثاني وأخذ الأسئلة المهمة حولها هي أربع أسئلة فقط محددة إلينا في المنهج أرجو منكم أن تحفظوها جيدا وَشُكْرَنْ لِي أَزْرَا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر